اشتركوا في القناة 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 يبقى هو دا اليوم الاول يبقى اليوم الاول خاص بمين بالتخطيط وتعالوا نشوف مع بعض انشطت اليوم الاول فبقولك العاملات ااسية التانية ليه التانية ما هو عاملية الاساسية الاولى كانت هي تخطيط المشروع طيب دي بعمل فيها ايه بعمل فيها حاجتين مهمين اول حاجة حاجة اسمها تحديد المكونات الرئيسية المطلوبة اللي هي المجالات الوظيفية في حاجة اسمها functional requirement تمام كده اسمها ايه functional requirement يبقى انا بحدد المكونات الرئيسية المطلوبة طيب هنا انا احدد ايه انا محتاج اعمل نظامين نظام فرعي لمعلومات الموردين ونظام فرعي لمعلومات المنتج راجع معايا بقى عشان تعرف الكلام ده الحلقة التمنى والسبعة تمام كده طيب نيجي بعد كده تاني حاجة مطلوبة مني ايه تاني حاجة اللي هي تحديد التكرارات تحديد التكرارات وتعيين كل وظيفة لتكرار معين ايه هي التكرارات افتكر لما جينا نتكلم عن تطوير نظم المعلومات قلنا ان في حاجة اسمها models في حاجة اسمها model بناخد نموذج نطبقه في تطوير ايه في مراحل تطوير نظم المعلومات في نموذج منه منهم اسمه iteration اسمه ايه اسمه iteration يعني بمر بالمراحل دي بعملية تكرار على كل نظام بعمله او على كل module بعمله باخد الموذل ده بطبقه على كل module او على كل برنامج بعمله بكرر المراحل بتاعة تطوير نظم المعلومات عشان كده قلنا تحديد التكرارات طيب هل انا النظام عندي هنا كبير هكرر المراحل دي اكتر من مرة لا طبعا احنا اتفقنا ان احنا بنخطط لتكرار واحد لان ده نظام صغير ومباشر خلاص كده طيب واخد قرار بان احنا نبدأ نعمل نظام الموردين الاول هنعمل برنامج الموردين الاول وبعدها بقول بعمل تحديد لاعضاء الفريق والمسئوليات لما جاوزع الاعمال اللي هاوزعها في الايام اللي جاية انا بخطط للايام اللي جاية بخطط للمشروع يبقى انا هعمل ايه هحدد كمان اعضاء الفريق والايه والمسئوليات بتاعتهم طيب بكده اتكلمنا عن انشطة اليوم الاول بشكل عام وعرفناها هنعمل ايه بقى تعال نشوف هيكل تقسيم العمل وايه اللي هنعمله فيه وشكله ايه وعبارة عن ايه هيكل تقسيم العمل اللي هو الورك بيكداون استراكتشر بيقولك ده وصف للعمل اللي هيتم انجازه للمشروع يبقى احنا بنعمل شيت كده بنوصف فيه العمل اللي هيتم انجازه فين في المشروع يبقى المراحل اللي هيتم داخل المشروع ايه هي وعبارة عن ايه تمام وليه تعريف تاني بيقولك ان هو ممكن نسميه تسلسل هرمي للمهام وتوزيع المهام دي على فريق المشروع وكمان نحدد فيه حجم وتكلفة او بمعنى اصح مدة كل مهمة كل مهمة هتاخد مننا وقت قد ايه زي ما شرحت لك في ايه في الاول طيب وبنقول ان هو الهيكل ده بيضم 3 حاجات مهمين اوي ايه هم وصف العمل التفصيلي بيوصف للعمل بشكل تفصيلي جدولة عمل المشروع ايوة جدولة عمل المشروع لان احنا قلنا كل عمل هيبقى قابل التاني ولا بعده يعني هنبدأ نرتب اعمال المشروع يبقى بين جدولها طيب و ايه كمان وقلنا تقدير تكلفة كل مهمة او مدة كل مهمة وده برضو بيبقى موجود في هيكل تقسيم الايه هيكل تقسيم العمل وتعالوا نشوف شكله ايه هيكل تقسيم العمل ده بيبقى بالمنظر ده بالزبط طب ايه اللي بيحصل تعالوا بص كده احنا قلنا ايه العمليات الاساسية الاربعة التالية في ايه في دورة حياة تطوير نظم المعلومات قلنا ان عندي بعد التخطيط التحليل والتصميم والتنفيذ والاتبار طيب يبقى انا هنا في التخطيط بعمل ايه ببدأ احدد الاربع مراحل دول هيتمه ازاي وفي وقت زمني شكله ايه وايه مكونات كل مرحلة تعالوا بقى نشوف كده مع بعض بيقولك اول حاجة في الورك بلت داون استراجش discover and understand the details of all aspects of the problem طيب يجي واحد يقول لي هو انا لازم يا عم ياسر اعمله بالانجليش لا طبعا ممكن تعمله بالعربي عادي جدا بس انا بقول يعني حسب بيئة العمل اللي انت شغال فيها يعني ماكنش شغال في شركة كل الدكومنت اللي فيها انجليش وانروح عمل مثلا شغلي كله عربي فبلاش يعني خليك ماشي مع بيئة العمل اللي انت شغال فيها لو بيئة العمل اللي انت فيها كلها انجليش خليك انجليش لو بيئة العمل اللي انت فيها عربي خليك عربي ما فيش ادنى مشكلة طيب نيجي بقى هنا فبيقول لك اول حاجة discover and understand the details of all aspects of the problem اللي هي ايه اللي هي عبارة عن جمع البيانات وكشف وفهم تفاصيل المشكلة والهدف من النظام الله ما هو انت كنت شريح حالنا قبل كده بدورة حياتك طول نظر معلومات في الحلقة السابعة صح ولا غلط اه طيب ده هيتم ازاي ده حضرتك هيتم من خلال الخمس نوء الدول او الخمس مكونات دول ايه هما اول حاجة بيقول لك اعمل ميتنج او اجتماع مع مدير ادارة المشتريات وده هياخد تقريبا خد بالك من علامة تقريبا 3 ساعات يعني كل حاجة من دول احنا مقدرين الوقت بتاعها التقريبي تمام طيب فبقول لك هتعمل ميتنج مع مدير ادارة المشتريات حوالي 3 ساعات وهتعمل برضو اجتماع مع المسؤولين عن المشتريات يعني الموظفين المسؤولين عن المشتريات وده غالبا هياخد منك حوالي 4 ساعات وبعد كده بتحدد وتعرف حاجة اسمها ودي هتاخد منك حوالي تلات ساعة. ايه ديت? هو انا في بداية الكلام مش قلت لك انا عايز المجالات الوظيفية حاجة اسمها اه طب ما هو من ضمن ديت يعني مين هيستخدم البرنامج بتاعي وهيعمل عليه ايه? مين هيستخدم البرنامج بتاعي وهيعمل عليه ايه? طيب وبعد كده بعمل ايه? بعمل برضو وديفين وديفين يعني بشوف المعلومات المطلوبة المعلومات المطلوبة ببدأ اعرفها وابدأ احدد كمان ايه هي. طيب وبعد كده ببدأ اعمل حاجة اسمها وديه هتاخد مني حوالي ستة ساعات. يعني بعمل وصف وصف وترتيب للايه? لليوز كيس ديت. تمام? بيحصل الكلام ده ازاي? هقولك بيحصل ازاي? يبقى انا هنا وانا بعمل الورك بيك داون استراكشور. اتكلمت في اول نقطة عن مرحلة التحليل. وقلت كمان حددت ايه الاجراءات اللي هتتم للتحليل ده? وكل اجراء منه ما ياخد عندي تقريبا وقت ادي ايه? طيب تاني تاني حاجة وانا بعمل الورك بريك داون استراكشور. بحط تاني حاجة ايه? الديزاين. طيب بيقول ايه? بقول تاني مرحلة اللي هي design the components of the solution to the problem. طيب ما هو ده اللي احنا قلناها اللي هي المرحلة التالتة في دورة حياة تطوير نظم المعلومات. قلنا ايه? قلنا تصميم مكونات النظم التي تحل المشكلة وتحقق الهدف. هو ده اللي احنا عايزين نقوله. تصميم مكونات الايه? الحل بتاعي او النظام اللي هيحل لي ايه? المشكلة ويحقق الهدف. طيب. والتعريف التصميم تعريف التحليل والتصميم اتكلمنا عنه بالتفصيل في حلقة قبل كده. اتكلمنا عنه في الحلقة رقم تلاتة. راجع الحلقة رقم تلاتة هتعرف تعريف التحليل وتعريف التصميم. هنا بقى في مرحلة التصميم بقول ايه? بقول ان انا عايز اعمل اربع حاجات. ايه هما? هعمل ديزاين لللي اود بتاع الامبوت سكرين. يعني هبدأ اتخيل شكل الشاشة اللي هنستخدمها في ادخال البيانات. فيها كم تيكست باكس. اه فيها كم زرار. اه يعني هبدأ اشوف محتاج جدول ولا مش محتاج. وابدأ اشوف شكل الشاشة هيكون ايه? وكمان الشاشة اللي هاعرض عليها البيانات. لما اجي اعمل استعلام عن بيان معين او عن مورد معين. شكل الشاشة اللي هتظهر لي الاود بوت المخرجات هيكون شكلها ايه? وهبدأ كمان اعمل شكل للريبورتز. التقارير اللي هتطبع. يعني لما اجي اطبع تقرير من على السيستم بتاعي. والتقارير المطلوبة من السيستم بتاعي. لازم اعرفها كمان من الايه? من المستخدمين. واشوف شكل التقارير هيكون ايه? واعمل ليه اوت? واعمل مخطط او تقطيط كامل اه لكل حاجة من دول. للشاشات اللي هتدخل البيانات. للشاشات اللي هتخرج لي البيانات. للريبورتز اللي هتطبع من التقارير بتاعي. طيب. الديزاين ده هياخد وقت قد ايه? حوالي تمن ساعات. حوالي تمن ساعات. طيب. بعد كده بقول لك. عايز اعمل ديزاين وبيلد ديتابيز. هعمل تصميم وبنقل مين للديتابيز. الديتابيز دي بتبعبار عن وكيز واندكس. طبعا مفروض ان انت في ناس درسة الديتابيز في مرحلة البكاليوس. واللي ما درسهاش في مرحلة البكاليوس. ممكن يبص بصة سريع على الفيديو اللي انا حطه عندي. اللي بوصف فيه ال اي ار دي. ال اي ار دي. اه اللي هو الانتيتي ريشنشيب دياجرام. هتفهم بشكل سريع يعني ايه ديتابيز. تمام? وحتى هتفهم في يعني ايه اتريبيوت. هتفهم يعني ايه كيز. هتفهم يعني ايه? طيب تصميم وبناء بالشكل دوت هياخد بني حوالي اربع ساعات. طب وايه كمان? خب لك من حاجة. الساعات اللي انا حطتها دي الزامية? لا. ده انا حطتها بما يتناسب مع المشروع الصغير اللي احنا شغالين عليه. يعني ممكن في مشاريع كبيرة الموضوع دي ياخد منك وقت اكبر من كده. دلوقت احنا شغالين على مشروع فعلي يا جماعة. هو مشروع صغير صحيح لكنه مشروع فعلي. فبالتالي انا حاطت الساعات اللي تتناسب مع المشروع الصغير اللي احنا شغالين عليه. اوكي? طيب باجي بعد كده بقول design over all architecture. وده هياخد منك حوالي اربع ساعات. بعمل تصميم عام للايه? للهيكل البنائي للنزام بتاعي. تمام كده? طيب. وبعد كده design program details. بابدأ بقى احط تفاصيل الايه? تفاصيل البرنامج. وده تقريبا هياخد مني ست ساعات. طيب المرحلة التالتة build the components and integrate everything into the solution. بص معايا كده المرحلة اللي بعديها اللي هي رقم اربعة التنفيذ. هي دي المرحلة دي. build the components and integrate everything into the solution. ان بقولك اعمل بقى بناء النظام ودمج المكونات وكتابة الكود. طيب خب بالك من حاجة مهمة جدا. هو انا كود الكود كتابة الكود. عليا? لا. انا راجل systems analyst انا ما بكتبش كود. فيه developer وفيه programmer هم اللي بيكتبوا الايه? الكود. يعني راجل developer ده او programmer اللي معايا هو اللي بيكتب ايه? هو اللي بيكتب الكود. لكن انا ما بكتبش الكود. انا هو ده شغلي. الشغل بتاعي هو ده التحليل والتصميم. لكن مرحلة implementation زي ما قلت ده مش شغلي. ما يجيش واحد ارجوكو يقول لي لا. في محل النظم يا دكتور بيكتب كود عادي ومتعلم كود. يا سيدي انا ما اقول ما بتكلمش عن قدرات. انا بتكلم عن تخصصات. تخصصك ما تكتبش كود. اللي بيكتب كود. انت قدراتك اتعلمت برماجة وتعرف تكتب كود اهلا وسهلا. انا ما بتكلمش عن قدرات. خلاص? طيب. نيجي بقى في المرحلة دي. فبقولك اعمل بقى الكود. يبدأ بقى الراجل يكتب الكود. ويعمل اليون التست جيو اي. يبدأ يعمل اللير بتاع الجيو اي. يبدأ يصمم الايه? الشاشات اللي هيشتغل بها البرنامج بتاعي. وده هتاخد حوالي اربعتاشر ساعة. ونفس الكلام بيعمل لي اللوجيك لير بروغرامز. اللوجيك لير بروغرامز هنتكلم فيه يعني بعدين بشكل تفصيل شوية لكن سريعا المقصود به الفانكشنز اللي هتكتب جوه الكود. الحاجات اللي هي اللوجيك بتاعة الكود البرماجي بتاعي. وده هتاخد حوالي تمن ساعات. تمام كده? هتقولي طب ايه كلمة تست اللي موجودة جوه الموضوع دي يا دكتور? كلمة تست دي ان هو بيعمل رن للكود. لما بيرن الكود بيعمل تست مبدئي ليه ازا كان شغال ولا فيه مشكلة انه يقدر يشيلها ويعالجها. تمام? اي ارور يظهر له اثناء كتابة ايه? كتابة الكود. وده هياخد منه حوالي تمن ساعات. يبقى اربعتاشر ساعة وتمن ساعات. يبقى دي المرحلة رقم اربعة. طيب نيجي بعد كده بقى للمرحلة رقم خمسة اللي هي اخر حاجة عندي بعمل حسابها اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اختبار المكونات ومطبقة الشروط. اللي هي مرحلة الايه? الاختبار. وفي المرحلة دي انا محتاج حاجتين. حاجتين مهمين جدا. ايه هم? مهم جدا عندي ان اتأكد ان السيستم بتاعي. ازا فانكشناليتي. فانكشناليتي تست يعني ايه? يعني الوظائف. الشكل. الحاجات الوظيفية اللي في البرنامج سليمة. والبرنامج بيقوم بالوظائف المطلوبة منه فعلا. وده هياخد له حوالي خمس ساعات في الحالة بتاعتنا دي. في البرنامج بتاعنا اللي احنا شغلين عليه الصغير ده. وبرضو محتاج ان انا اتأكد ان اليوزر عمل على التست بتاعه. ان اليوزر ايه? اختبر ايه? البرنامج واشتغل عليه. وقال لي خلاص ده كده بالنسبة له. وممكن يعني تقريبا ده هياخد حوالي تمن ساعات مع اليوزر. وانا انا اخد دي منه. تمام كده? يبقى انا رجعت على وظائف البرنامج. وكمان اخدت من اليوزر ان البرنامج تمام. وبيقدي الغرض المطلوب منه. طيب. انا هنا في اليوم الاول في التخطيط خططت للمراحل دي. وكتبت الورقة دي. تمام كده? طيب تمام. يبقى انا جهزت كده في اليوم الاول الشغل بتاع الايام اللي جاية. يبقى في مرحلة التخطيط جهزت الشغل اللي جاية للايام الايه? اللي جاية. طيب. وكمان حددت كل مرحلة هتاخد مني مجموعة اجراءات. وكل اجراء هياخد وقت ادي ايه? او هياخد مجموعة مهام. وكل مهمة هتاخد وقت ايه? وقت ادي ايه? وبكده خلصنا هيكل تقسيم العمل. طب تعالوا بقى نشوف تسلسل العمل او احنا هنا في هيكل تقسيم العمل لما اتكلمنا اتكلمنا عن ان انا عملت الاول حاجة اسمها بلان مش كده ولا ايه? اللي هي اللي كانت في الحلقة التمنى. طيب ودي كانت في اليوم الاول. اليوم التاني لما انا بقى عملت التخطيب بتاعي كتبت ايه? كتبت ان اليوم التاني هيبقى في ايه? هيبقى في الricting مع مدير المشتريات اا وقلت هياخد تلات ساعات. وبعدكده قلت هعمل ميتينج مع مسئولين للمشتريات وقلت ده هياخد حوالي اربع ساعات. وبعدكده قلت ان انا هعمل definitive news cases من هيستخدم البرنامج بتاعي وهيعمل عليه ايه? كن حوالي تلات ساعات. وبعدكده قلنا هنعمل او المعلومات المطلوبة للنظام بتاعي قلنا دي هتاخد حوالي ساعتين وده كان في اليوم التاني يبقى اجمالي اليوم التاني هيبقى عبارة عن 12 ساعة اليوم الاول اللي احنا شغالين فيه دلوقتي وبنصمم فيه الكلام ده تمام كده اما بداية العمل بتاعتنا هتبقى من اليوم التاني تمام اللي هي ان شاء الله الحلقة الجاية يبقى اليوم التاني هياخد مني 12 ساعة اه تلاتة واربعة سبعة سبعة وخمسة اتناشر يبقى اليوم الثاني يأخذ مني 12 ساعة. اليوم الثالث بحديده برضو. بكتب ان انا هعمل. زي ما قلت ان انا هعمل. وهعمل. وهعمل لشاشات اللي اليوزر هيشتغل عليها. وقلنا دي هتاخد حوالي 8 ساعات. طب 6 ساعات وتمن ساعات يبقى اليوم الثالث هياخد 14 ساعة. اليوم كمان. وان انا هعمل. الهيكل العام للسيستم بتاعي. وده هياخد حوالي 4 ساعات. طب 4 و4 يبقى 8 ساعات. يبقى اليوم الرابع هياخد حوالي 8 ساعات. تمام? طيب. ونيجي هنا بقى. ليه اليوم الخامس. اليوم الخامس قلنا هنوزع فيه الديزاين بتاع البروغرام ديتيلز. ديزاين بروغرام ديتيلز. والكود والتيست بتاع الجي و اي. والكود والتيست بتاع اللوجيك ليير. وده هياخد حوالي 28 ساعة. ازاي يوم ياخد 28 ساعة وفي يوم واخد 8 ساعات. وفي يوم واخد 14 واخد 12. ليه ده 28? علشان الجزئين دول اللي هي مرحلة الامبليمنتيشن مش بتاعتنا. المرحلة دي بتاعت مين? بتاعت الديفوليبرز. وببقى تيم شغالين فيها لوحديهم. وانا شغال انا والتيم بتاع الاناليسيز لوحدينا. تمام كده? علشان كده ده هيبقى في نفسي اليوم مفيش ادنى مشكلة. انا بعمل ديزاين البروغرام ديتيلز. وبديه بعد كده بسلمه المين للناس? الديفوليبرز. هم يشتغلوا عليه ويبدأوا يعملوا امبليمنتيشن. طيب. وده هيبقى اليوم الخامس وكله اجمالي كام تمانية وعشرين ساعة. نيجي بعد كده الاخر يوم ان شاء الله هيبقى عبارة عن اللي هو بقى اليوم بتاع الاختبار. ان انا اخد موافقة الايه? اليوزر. يبقى انا بشوف السيستم بتاعي قدى الوظائفة مرطوبة مطلوبة منه ولا لأ? واخد موافقة اليوزر. وده تقريبا هياخد هيستغرق حوالي اتنى عشر ساعة خمس ساعات هنا وسبع ساعات هنا. يبقى انا وزعت كل المهام اللي انا حطيتها في الورك بريك داون استراكتر ووزعتها على الايام. يعني انا في الورك بريك داون استراكتر ما كنتش قلت ما قلناش مين هياخد يوم ايه? او عدد الايام ايه? ما قلناش الكلام ده. احنا بس حطنا مهام وكل مهم بتاخد كام ساعة. لكن هنا في السيكونس قلت ايه بقى في الورك سيكونس درافت? قلت كل مهمة هتتحط في انهي يوم. تمام كده? كل مهمة هتتوزع في انهي يوم. برضو بما يطابق هيكل تقسيم الايه? العمل. طيب يبقى انا كده لو بصيت في السلايد دي يبقى انجزت ولقصت اليوم كله. يبقى الشغل بتاع النهاردة بتاع اليوم الاول هو ده المحصلة بتاعته هو ده الناتج بتاعه. عملنا وورك بريك داون استراكتر حددنا فيه الاربع مراحل اللي جايين مرحلة التحليل مرحلة التصميم مرحلة التنفيذ مرحلة الاختبار وحطينا في كل مرحلة المهام المطلوبة منها وحطينا لكل مهمة عدد ساعات وبعد كده وزعنا في هيكل درافت وزعنا ايه في هيكل التسلسل وزعنا كل المهام ديت على عدد الايام اللي جاية وهو ده التخطيط يبقى كده خلصنا مرحلة التخطيط واليوم الاول اللي مطلوب مننا فيه ان احنا نعمل تخطيط للمشروع للايام اللي جاية بعد كده وهنبدأ ان شاء الله من الحلقة الجاية في اليوم التاني نشوف مع بعض هعمل ايه في الميتنج دوت وفي الميتنج ده ويعني ايه ويعني ايه ويعني ايه وبكده ان شاء الله خلصنا اليوم الاول على خير للمشروع وبازن الله نبدأ مع بعض اليوم التاني من الحلقة الجاية وبالتوفيق للجميع ويارب كونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته